استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لدى وصول مطار القاهرة الدولي واستحب الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ مشعل الأحمد إلى قاعة كبار الزوار بمطار القاهرة وفي قصر الاتحادية أجريت مراسم الاستقبال الرسمية وأطلقت المدفعية 21 طلقا ترحيبا بزيارة أمير دولة الكويت وعزف السلام الوطني للبلدين وقلد الرئيس السيسي أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة النيل وهي أرفع الأوسمة المصرية وعقد الرئيس السيسي جلسة مباحثات ثنائية مع أخيه أمير الكويت شهدت تناولا معمقا للعلاقات الثنائية بين الدولتين وفي بيان المشترك تمت الإشادة والتقدير لعمق وقوة العلاقات الثنائية فضلا عن التأكيد على حرص الدولتان والزعيمان على حماية الأمن العربي المشترك باعتباره كلا لا يتجزع كما تم الاتفاق على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة والتأكيد على خطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين